الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد فهذا لقاء جديد من لقاءتنا في قراءة كتاب البيوع من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه خير الجزاء متدارس فيه شيئا من أحكام المعاملات المالية من خلال شرح عدد من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلعلنا أن نقرأ شيئا من هذه الأحاديث لعل الله عز وجل أن ينير لنا وأن ينزل علينا فهما لما في هذه النصوص فتفضل بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن مالك بن أوسن أنه التمس صرفا بمئة دينار فقال من عنده صرف فدعاني طلحة رضي الله عنه فقال أنا فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يجيء خازننا من الغابة وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال لا والله لا تفارقوا حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالورق ربا إلا ها وها والبر بالبر ربا إلا ها وها والتمر بالتمر ربا إلا ها وها والشعير بالشعير ربا إلا ها وها قوله في هذا الحديث عن مالك بن أوسن أنه التمس صرفا الصرف بيع النقد بالنقد ومئة دينار أراد الدنانير التي من الذهب كأنه أراد أن يدفع الدنانير الذهبية ليحصل في مقابلتها بدراهم من الفضة فهذا يقال له صرف لأنه بيع نقد بنقد فقال من عنده صرف أي من الذي يوجد عنده دراهم ليتمكن من مصارفته بأن يعطيه الدنانير الذهبية ليأخذ منه الدراهم الفضية قال فدعاني طلحة رضي الله عنه يعني أنه قال عندي الصرف فقال أنا فتراوضنا يعني حصل تفاوض كم يأخذ وكم يجعل في مقابل الدينار الواحد من الدراهم باختلاف الأسعار في ذلك حتى اصطرف مني يعني اصطلحا على مقدار ما لكل دينار من الدراهم وفي هذا التفاوض في عمليات البيع وفي هذا أيضا المساومة والمماكسة في عمليات الصرف النقدي وقال فأخذ الذهب عن الدنانير المياه يقلبها في يده أي يتأمل فيها ثم قال حتى يجي خازننا من الغابة الغابة مكان مجاور للمدينة وكانه أراد أن ينتظر فحينئذ لا بد من التقابض لأن من شرط بيع الذهب بالفضة التقابض وكما تقدم معنا أن الرباء إما أن يكون ربا نسيئة وهو بيع سلعة ربوية بسلعة ربوية تشاركها في العلة أحدهما مؤجل أو كلاهما فقوله بيع سلعة ربوية فهذا الذهب سلعة ربوية علته هو الثمنية مقابل سلعة ربوية وهي الدراهم الفضية مع اشتراكهما في العلة فكلاهما قد وجدت فيه علة الثمنية أحدهما مؤجل ولذا خشي من تأخير تسليم الدراهم أن يكون العقد من عقود رباء النسيئة وكان عمر يسمع ذلك فقال لا والله لا تفارقه حتى تأخذ منه في هذا نهي الإنسان عما يكون أمامه من المنكرات وفيه أن صاحب الولاية يلزم بذلك كما فعل عمر رضي الله عنه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رباء إلا هان وها فالذهب والورق الذهب بالورق الورق يعني الفضة فكلاهما ثمن للأشياء فعلتهما واحدة حينئذ لابد من التقابض لألا يكون رباء نسيئة وأما رباء الفضل فهو بيع سلعة الربوية بجنسها هناك في رباء النسيئة قلنا بسلعة ربوية تشاركها في العلة هنا نقول بيع سلعة ربوية بجنسها والجنس هو ما يطلق عليه أو ما يشترك في اسم واحد مثل التمر والشعير وفي هذا بيان أن التمر والشعير من السلع التي يجري فيها الرباء وهكذا البر والعلة في هذه الأصناف هي الكيل مع الطعم على الصحيح من كلام أهل العلم فإن الأدلة قد دلت على اعتبار الكيل بما يدل على ما دام أن الكيل معتبر وشرط في بيع هذه السلع حيث اشترطت تساوي في الكيل فدل ذلك على أن الكيل جزء من العلة والقول بدخول الكيل في العلة هو مذهب أحمد وأبي حنيفة وأما اعتبار الطعم فقد ورد في بعض إلى حديث أنه قال الطعام بالطعام والقول باعتبار الطعم في الرباء هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقد دلت النصوص على اعتبار هاتين الصفتين في علة الربا في الأصناف الستة نعم نعم عن بيع الإنسان على بيع أخيه صفة ذلك أن يأتي إلى شخص ويقول له علمت أنك تساوم فلاناً أو اشتريت من فلان بالسعر الفلاني فرد له بضاعته وأنا أعطيك مثل سلعته أو أحسن منها بثمن أقل من ذلك فهذا منهي عنه ومن الأمور التي جاءت الأحاديث بأنه والأصل في النهي أن يدل على التحريم وقد استدل بعضهم بهذا على أنهي عن أن يسوم الإنسان على سوم أخيه وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث وفي الحديث أيضا أنهي عن أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه بمعنى أنه إذا خطب رجل امرأة فلا يجوز لآخر أن يخطب تلك المرأة وقد ورد في هذا الحديث النهي عنه ويستثنى من ذلك ثلاثة أحوال الحال الأول إذا ترك الخاطب الأول جاز للثاني أن يخطب والحال الثانية أن يأذن الخاطب الأول لغيره أن يخطب تلك المرأة والحال الثالث إذا خطب ولم يسكن إليه ولم يعط موافقة فإنه لا بأس حينئذ من الخطبة وفي هذا الحديث قال ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق وفي هذا أنهي عن تلقي الركبان بحيث يذهب الإنسان إلى أطراف المدينة فيتلقى من يريد أن يبيع السلعة في المدينة فإما أن يشتري منه السلعة فإذا اشترى منه السلعة فإن رب السلعة الأول بالخيار متى هبط إلى السوق وعلم الأسعار وهكذا أيضا ينهى أن يكون صاحب المدينة وكيلا وسمسارا للداخل للمدينة وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض رب السلعة الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا تلقوا الركبان ولا تصر الإبل والغنم فمن ابتاع غنما مصرا فاحتلبها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن راضيها أمسكها وإن سخطها ردها وفي حلبتها صاع من تمر ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ونهى أن يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتأكفأ ما في إنائها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها وقال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا في هذا الحديث النهي أن يبيع الحاضر للباد بمعنى أن يكون سمسارا له والحاضر صاحب المدينة العالم بالسوق والأسعار والباد يعني صاحب البادية أو من لا يعرف الأسعار في الأسواق فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يكون الحاضر العالم بالسوق وكيلا وسمسارا لألبادي وجاء في الحديث قال دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض وقوله ولا تناجشوا المراد بذلك أن يزيد في سعر السلعة من لا يريد شراءها فإذا كان هناك مثلا بيع في من يزيد وكان هناك مساومة فلا يجوز لإنسانا يدخل فيعلي الأسعار وهو لا يريد شراء تلك السلعة ومثله من يسوم بضاعة لغيره سوما مجردا وهو في الحقيقة لا يريد شراء تلك السلعة وإنما يريد أن يزاد في ثمنها فهذا من التناجش المنهي عنه ومثل هذا من يقوم بطلب أسهم بأسعار عالية من أجل أن يكون هذا سببا من أسباب ارتفاع قيمة السهم قال ولا تلقوا الركبان لا تذهبوا خارج المدينة من أجل أن تصدوا من يأتي بالسلع ويجربها إلى السوق فتشتر السلع منه وقوله ولا تسر الإبل والغنم المراد بذلك أن يربط ضرعا الناق أو الشات ليبقى في ضرعها اللبن أياما فيكبر الضرع وحينئذ إذا جاء إنسان وراءها فإنه يظن أن هذا هو منتوجها اليومي فيكون هذا نوعا من أنواع التدليس وعرض للسلع بغير حقيقتها قال فمن ابتاع يعني من اشترى غنما مصرا أي قد ربط ضرعها فاحتلبها أي حلب ما في الضرع من اللبن فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها يعني عنده الخيار إما أن يمسكها بدون أن يأخذ معها شيئا وإما أن يقوم بردها وإذا ردها فإنه يرد صاعا من تمر كتعويض عن اللبن الذي أخذ من ضرع الشات قال إن رضيها يعني بعد أن علم أنها مصرا واطلع على من توجه اليومي حقيقة فحينئذ إن شاء أمسكها وأما إذا سخطها فيجوز له أن يردها وحينئذ يرد معها صاعا من تمر والمعنى في هذا أن مقدار الحليب الذي قام بحلبه لا يعلم كم مقداره فإنه شرب واستعمل وبالتالي لابد من تعويض عن ذلك اللبن ولا يمكن أن نرده إلى شيء إلا إذا كان هناك تحديد وتقدير من صاحبي الشريعة المبلغ لها وقد جعل في ذلك صاعا من تمر قطعا للتنازع والقول برد المصرات مع صاع من تمر هو مذهب الشافعي وأحمد لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة ومالك بعدم رد الصاع مع الشاءة في مسألة المصرات ومستندهم في هذا أن حديث الباب خبر واحد وهذا الخبر قد عارض القياس فإن القياس أن المثليات ترد بمثلها ولذا ردوا هذا الخبر والقاعدة التي قعدوها في رد الأخبار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد دعوة وجود القياس لا تقبل مثل هذه الدعوة ولا يجوز أن نرد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياسات اجتهادية قال ولا يبيع الرجل على بيع أخيه فيه النهي عن بيع الرجل على بيع الآخرين وهكذا نهى أن يستامى الرجل على سوم أخيه وتقدم شرحهما قال ولا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك يعني ويتبين الحال وبالتالي يحق له أن يخطب بعد أن يعلم أنه ترك الخاطب الأول المرأة وفي الحديث أنه إذا كان هناك رجل عنده زوجة فخطب مرأة أخرى لا يحل لزوجة الجديدة أن تشترط على زوجها طلاق الزوجة الأولى ولذا قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها لتكفأ أي لتقوم بإلقاء ما في الإناء ودلقه على الأرض وقوله ما في إنائها أي ما عند هذه المرأة من هذا النكاح والمنع ذلك محل اتفاق بين الفقهاء ولكن إذا اشترطت المرأة الجديدة ذلك فهل هذا شرط صحيح أو لا فقال أحمد هذا شرط صحيح يخول للمرأة حق الفسخ إذا لم يقم بالوفاء بهذا الشرط وذهب الجمهور إلى بطلان هذا الشرط لورود النهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتنكح أي لتتزوج هذا الزوج الذي معه امرأة أخرى فإن لها يعني سيصل إليها ما قدره الله جل وعلا لها سواء كان مع الزوج امرأة أخرى أو لم يكن وفي الحديث النهي عن الظنون غير المستندة إلى قراء أو براهين وخصوصا إذا كان الظن بالتشكيك في الآخرين والأصل أن المؤمن لا يظن في أخوانه إلا خيرا وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقد قال جل وعلا في كتابه العزيز آمرا المؤمنين بإحسان الظن بإخوانهم لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقوله ولا تجسسوا أي لا تفتشوا من الأخبار ما كان مغطا عنكم وقوله ولا تحسسوا نهي عن التحسس ببحث الإنسان عن أسرار غيره أو بكونه يتخوف من كل تعامل قد يكون معه وقوله ولا تحسدوا فيهنه عن أن يتمنى لإنسان زوالا ما عند إخوانه من الخير ونعم الله جل وعلا وقوله ولا تباغضوا أي لا يكره بعضكم بعضا بل ليكن من شان المؤمن أن يحب إخوانه وقوله ولا تدابر نهي عن التقاطع فالتدابر أن يلقي الإنسان أو أن يولي الإنسان دبره تجاه إخوانه مقاطعا لهم وقوله هنا وكونوا عباد الله إخوانا فيه الأمر بكون المؤمن يتعاون مع إخوانه المؤمنين وينصح لهم ويسعى فيما يحقق مصالحهم نعم بسم الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر فإنا رجلا من أصحابه منا نحن الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ليس له مال غيره فاحتاج فبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا به فأخذه فرده فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بكذا وكذا ثمانمائة درهم فأخذ ثمنه فدفعه إليه قال جابر عبدا قبطيا مات عام أول ثم قوله هنا باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر المراد بالمدبر المملوك الذي علق عتقه على وفاة مالكي وهذه طريقة من طرائق اعتاق المماليك التي جاء الشرع بها لتطلع الشرع لإزالة الرق عن الرقاب وفي هذا أن صاحب الولاية يتصرف في أموال من عليهم الحقوق من أجل سدادي الديون الواجبة عليهم وقال فإن رجلا من أصحابه من نحن الأنصار أعتق أعتق غلاماً له عن دبر يعني جعله معلق العتق على وفاة مالكه ليس له مال غيره فيحتاجه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به وفي هذا أن المدبر يجوز بيعه ويجوز إلغاء تدبيره وذلك أن التدبير وصية والوصية يجوز للموصي أن يرجع فيها وقوله هنا فاحتاج فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به يعني دعا بالمدبر فأخذه فرده يعني أبقى ملكيته وعبوديته فقال من يشتريه مني في هذا جواز بيع المزايدة وأنه لا حرج في ذلك وأنه لا يعد من بيع الإنسان على بيع أخيه أو شراء على شراء أخيه وفي هذا أيضا أن المملوك الذي يحتق في الحال تيصح عدقه وقوله فاشتراه نعيم بن النحام بكذا وكذا ثمانمائة درهم فأخذ ثمن فدفعه إليه فهذا فيه تصرف الإمام في نقض تصرفات من كان تصرفه يؤدي إلى إضاعة الحقوق قال جابر فرأيته عبد قبطي ما تعام أول يعني أنه يصف هذا الغلام الذي دبره سيده سيده وفي هذا الحديث دلالة على أن صاحب الولاية يقوم ببيع أموال من عليه حقوق من أجل وفاء الحقوق التي عليه نعم صلى الله إليكم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش قوله نهى أي أمر بترك هذا الفعل أمرا جازما وأنه يدل على التحريم ولا يقال بأن النهي هنا دل على الفساد لأن التناجش ليس فيه بيع ولا شراء وإنما زاد في ثمن السلعة من لا يريد شراء ها ثم إن سحب فهذا ليس فيه معاملة مالية لكنه أدى إلى إلحاق الضرر بالآخرين أسحاب الأموال وفي هذا دلالة على أن السلعة متى دخل فيها النجش فحين إذن يحق للمشتري أن يرد بيع أو شراء تلك السلعة إزالة لما وقع عليه من التدليس في ثمن هذه السلعة بدخولها في باب التناجش في هذا الحديث أنهي عن بيع حبل الحبلة المراد به بيع مولود الحمل الذي في بطن الناقة أو الشات والمعنى في هذا أن هذا أمر مجهول وأنه لا يصح بيع المجهول لكونه من بيع الغرر وفي الحديث ذكروا شيء من المعاملات التي كان أهل الجاهلية يستعملونها وجاءت الشريعة بالنهي عنها لما فيها من إلحاق الضرر بإلى آخرين قال كان الرجل يبتع لحوم الجزور إلى حبل الحبلة يعني إلى أن تنتج تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها وفي هذا دلالة على وجوب تحديد الآجال وتعيينها في البيوع وفي هذا أيضا الأمر بالتوضيح والبيان وعدم الكتمان والغش في البيوع صلى الله إليكم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاتا محلفة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع من قوله من اشترى شاتا محفلة المحفلة هي المصرات وهي التي ربط ضرعها من أجل أن يظن أن ما في ضرعها من اللبن هو منتوجها اليومي وهذا نوع من أنواع التدليس وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيار فالمشتري له حق رد السلعة وأما البائع فليس له حق رد السلعة قال من اشترى مشاتا محفلة فردها لأنه بالخيار بين أن يمسكها بدون أن يطالب بشيء وبين أن يردها وحينئذ إذا ردها وجب عليه أن يرد معها صاعا من تمر عوضا عن اللبن الذي أخذ منها وفي الحديث النهي عن تلقي الركبان والمراد به أن يشتري من صاحب السلعة خارج السوق والأصل في النهي يدل على المنع والتحريم وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مسألة تلقي الركبان الخيار لصاحب السلعة في كونه إذا هبط السوق وعلم بالأسواق فله الخيار في رد البيع أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فبيعوها ولو بظفير حبل من شعر قوله هنا سئل عن الأمة يعني المملوكة إذا زنت ولم تحصن يعني لم يكن عندها حرية أو لم تتزوج فقال إذا زنت الأمة فتبين زناها يعني قام قام الدليل والبرهان على ذلك فليجلدها فهذا فيه إعطاء حق الجلد للسيد في ما يتعلق بأمته والجلد والجلد بمقدار خمسين جلده لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وقوله ولا يثرب يعني لا يعتب أو يعاتب هذه الأمة قال ثم إن زنت يعني مرة أخرى فليجلدها سيدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فبيعوها ليتخلص منها فإن قال قائل هذه الأمة فيها عيب فكيف يرضى البائع ببيعها لي يكون المشتري ممن غبن في وجود سلعة معيبة فقيل في هذا إن المعنى أن السيد الأول لم يقم بإغنائها فمن ثم قضت شاوتها ووطرها بالأمر المحرم من الزنا فيبيعها لعلها أن تكتفي بسيدها الجديد وفي هذا جواز بيع الإماء وقوله ولو بظفير يعني فسره ما بعده وهو الحبل من الشعر وفي هذا دلالة على المنع من إساة التعامل مع المماليك أو العاملين وتحريم التطاول على الرقيقة وفي هذا الحديث دلالة على أن الأمة إذا زنت فإنها لا تغرب لا تغرب كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام فهذا شيء من معاني هذه الأحاديث بارك الله فيكم ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة وجعل الله عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يجعلها على خير حال في قوتها وسعادتها وتمسكها بدينها كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خيرا الجزاء كما نسأله جل وعلا أن يكون مع إخواننا في فلسطين اللهم سد جوعتهم اللهم أمن خائفهم اللهم آوي مشردهم اللهم داوي مرضاهم وجرحاهم اللهم كلهم معين اللهم كف عدوهم عنهم اللهم ألحق به الضرر والسوء بما يصدهم عن إيذاء المؤمنين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين موسيقى لهم موسيقى ترجمة نانسي قنقر